مساء الخير مشاهدين الأعزاء من برنامج بيت للكل وبالتحديد من استيديوهات التلفزيون المصري في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية هي ظروف استثنائية صعبة جدا ما يحدث في غزة يجعل جميع الدول العربية سواء على مستوى الأنظمة السياسية أو على مستوى الشعوب العربية تتجه نحو فكر واحد وهدف واحد هو كيف ننهي المجزرة البشرية على أهلنا في غزة وهذا حديثنا أيضا في بيت للكل منذ بداية الحرب على غزة شافكي مساء الخير مساء النور يا لان وأكيد يعني إحنا في بيت للكل يمكن إحنا كدول أربعة الأردن مصر فلسطين والعراق الأكثر تماثا مع ما حدث في غزة صحيح وبحس أن إحنا كمان وجودنا كبرنامج بيت للكل عندنا برضو شهاد التوثيق صحيح نحنا بنقدم ما حدث بنقدم الرأي بنقدم الحقائق بشكل كبير والحقيقة ما حدث كمان في هذا المنتدى زي ما أسميته يعني في الأردن أو المؤتمر والعقد طبعا بدعوة من الرئيس السيسي والملك عبد الله وعدد من رؤساء وقادة شعوب العربية وأيضا يعني الأمين عام مجلس الأمن جوتيريش وكمان كان فيه وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وعدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية والحقيقة يعني في ظل هذه المجموعة كلها كان مهم جدا هذا الحديث في هذا التوقيت إحنا بقلنا شهور قرابة 8 شهور نتحدث عن إبادة تحت في غزة كل يوم والحقيقة لا تتوقف يعني ربما كانت المنتدى أو القمة كان قبلها ما حدث في النصيرات فأعتقد وجود هذه القمة أو هذا المنتدى المهم في هذا التوقيت نتمنى أن ينتبه العالم والأنظمة الغربية والأمريكية ويكون فيه فعلا تحرك بشأن حتى وقف إطلاق النار هذا أهم شيء أهم هو الأولوية الأولى والأولوية أيضا الأخرى بأنه فعلا يكون هناك استراتيجيات مدروسة بطريقة معينة كيف نقدم المساعدات الإنسانية بشكل مكثف أكتر واقع يعني الأردن كانت الإنزالات يعني الأردنية لأهلنا في غزة كبيرة جدا مصر نفس الشيء الدول العربية الأخرى كانت من خلال طائرات سلاح الجو الأردني كمان كان فيه إنزالات لكن الأهم من ذلك أنه إيقاف تلك الحرب وإيقاف هذه المجزرة لأنها طالت وأصبحت بطريقة بشعة جدا والهدف منها هو تصفية القضية الفلسطينية واضح أمام الجميل واضح جدا وأعتقد المجهود الكبير المبذول من مصر والأردن خاصة بأن هم داعمين للقضية الفلسطينية شكلا وموضوعا بعمر القضية الفلسطينية أعتقد إحنا تربينا على أهمية هذه القضية ونتمنى أن هذا الضغط وهذا الإلحاح بأن وقف إطلاق النار وإقامة دولتين يكون إن شاء الله بإذن الله على الأقل وقف إطلاق النار وقف المذابح التي تحدث سننتقل المشاهدين لكلمات القادة الذين حضروا منتدى الاستجابة والإغاثة لغزة الذي عقد في منطقة البحر الميت في الأردن إن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة إن إنسانيتنا ذاتها على المحك على مدى ثمانية أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار الذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة وكل مكان في غزة عرضة للدمار وأدى بدء عملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي وتم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قصرا مرة أخرى وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء هناك حاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض وأن فضى الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في إقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقين أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقهم والانسحاب من مدينة رفع إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكون في علاق جزور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على قطوة الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تحظى بالعضوية الكابلة في الأمم المتحدة الرئيس السيسي أريد أن أيضا أقدر قيادتك والحكومة المصرية والشعب المصري ليس فقط بدعم الشعب الغزي بطريقة مهمة ولكن أيضا لدورك الأساسي لهذا الوضع الحال وأيضا مساعدتنا في دعم العملية السلمية وأيضا العملين في الظروف القاهرة في غزة والزملائنا يعملوا في ظروف قاهرة وفي ظروف غير محتملة أبدا ونؤكد مجددا بأن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول دولة فلسطين على أضويتها الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف مزيد من الدول العالم بها مع الشكر الجزيل للدول التي قامت بذلك والشكر موصول أيضا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على جهودهم التي يبدلونها في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني لن أدخل في تفاصيل حجم المساعدات التي أرسلها العراق أو التي يستعد لإرسالها لأنها أقل مستويات الواجب لكننا نعيد التأكيد على المبادرة التي أطلقناها في مؤتمر السلام 2023 في القاهرة لإنشاء صندوق لدعم غزة بعد العدوان ولوضع تقييم المدروس يحدد الاحتياجات ويقسم الالتزامات بيننا بطريقة منهجية لقد كشف العدوان على غزة هشاشة النظام الدولي وعزه في القيام بواجباته ومسؤولياته في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع ومع الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني إذ أن أعداد الضحايا باتت أعداداً مرعبة نحتسبهم شهداء عند الله ومع هذه الدلائل التي لا جدل فيها على وحشية ما يجري نجد أن العالم وقف عاجزاً ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسؤولية تجتهد وتجاهد أيضاً الدول العربية سواء كانت على مستوى الأنظمة العربية وأيضاً على مستوى الشعوب فيما يتعلق بمحاولة إغاثة غزة ومحاولة على الأقل احتواء هذا النزاع وهذا الصراع وما يحدث من مجزرة على أرض غزة منتدى أو مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي حدث في البحر الميت في الأردن خرج بعدد من المقترحات والتوصيات التي من خلالها يمكن تطبيقها على أرض الواقع ما يمكن من إغاثة أهلنا وأشقائنا في غزة والتطبيق الفعلي وتفعيل المساعدات الإنسانية والإغاثة ما هي هذه المخرجات وكيف يمكن أيضاً أن نفعلها بشكل فعلي ومدروس ومبرمج على أرض الواقع من كافة الدول العربية على كلنا الحديث حول هذا الموضوع اسمحونا نرحب في استوديو بيتلي الكل بخبير العلاقات الدولية وأيضاً الدراسات الاستراتيجية الأستاذ أحمد سيد أحمد أهلاً وسهلاً فيك أهلاً بيك لنا وأهلاً بيك شافك أهلاً وسهلاً يعني دكتور عايزين برضو وإحنا بنتكلم زي ما لنا قالت يعني هناك مخرجات كثيرة جداً خلينا نقف عند هذه المخرجات ونقول ما هي المخرجات لهذه المؤتمر الطارق للإنسانية لغزة اللي أقيم بالبحر الميت في الأردن فخلينا نقف عند أهم المخرجات في الواقع أن إنعقاد المؤتمر الدولي للغزة الإنسانية في غزة في المملكة الأردنية الشقيقة يمثل أهمية كبيرة سواء من حيث التوقيت أو من حيث الدلالات أو من حيث المخرجات التي سنشر إليه من حيث الدلالات وبيعكس طبعاً الدور المصري ودور المملكة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني خاصة على المصار الإنساني بلغة الأرقام مصر قدمت أكتر من 7-8% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وسخرت كل إمكانيات الدولة المصرية سواء مطار العريش أو مهان العريش لإدخال المساعدات الإنسانية أيضاً الأردن الشقيق كان أول دولة تسقط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة وأيضاً مع الجانب المصري وفي الوقت الذي سيس فيه الغرب الإنسانية وقطع التمويل عن أنروا مجاملة الإسرائيل بعد قرارات محكمة العدد الدولية التي تطالب إسرائيل بوقف جرائمها في غزة كانت مصر تمهي الطريق الإنسانية وأيضاً مع الأردن الشقيق وشكل التعاون والتنصيق المصري الأردني صمام الأمان للقضية الفلسطينية الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني فيما تعلق به تخفيف المعاناة في إطار فقه أولويات البلدين وهو وقف نزيف الدم والعمل على إدخال المساعدات من هنا كان نعقاد هذا المؤتمر بيعكس الرسالة والمسؤولية والدور المصري التعاون مع الأردن الشقيق في العمل على تحقيق ثلاث مخرجات أساسية أولاً حجد الدعم الدولي فيما تعلق به الغازة الإنسانية لقطع غزة النقطة الثانية هو إظهار حجم الكارثة الإنسانية في قطع غزة نتيجة الاستمرار جرائم الحرب الأسرائيلية اللقطة الثالثة ومخرجة الثالثة بكيفية تفعيل وإدخال هذه المساعدات الإنسانية ومنع حدوث شبح المجاعة والكارثة الإنسانية في ظل أنهم يعيشون سكان كطاع غزة ظروف مأساوية غير مسبوقة في التاريخ في ظل استمرار إسرائيل في استخدام سلاح التجويع عبر تحويل غزة إلى جحيم مكان لا يمكن نعيش فيه من خلال منع الغزاء والدواء والكهرباء والماء وكل شيء الحياة لكسر صمود الفلسطينيين ولتهجرهم قصرياً سواء بسكان قطاع غزة إلى سيناء أو بسكان الضفة إلى الأردن هو المخطط الخبيث الذي تصدت له كل من مصر والأردن وبالتالي هو مؤتمر مهم أنه ألقى يعني الضوء عالمياً بهذا الحضور العالمي على حجم المعاناة التي يعنيها قطاع غزة تجري الاستمرار الحرب سياسة التدمير الشامل والقصف وأصبح المواطن في غزة من لم يمت بالقصف والضمار والصواريخ يمت بالمرض ونقص الغزاء والدواء وهي كريسة حقيقةً هي المنطقة أصبحت منطقة منكوبة يعني حالياً نتكلم أنه لا يوجد حياة يعني لا صحية ولا أدمية مقومة في قطاع غزة بالطبع ولذلك كانت المخرجات شكلت خرص الطريق حقيقةً للتعامل مع هذه الأزمة من خلال ثلاثة عبعات البعد الأول هو معالجة المرض وقف العدوان لأنه لا يمكن الحديث النسوي الكارثة الإنسانية واستمرار الحرب العشوئية والقتل الهستيري من جانب كوات الاحتلال الفلسطينيين وكأن القتل أصبح غاية في ذات يعني ما رأيناها في مخيم النصيرات وغيرها من المجازر بتعكس أن هناك نوع من الهستيرية ونوع من الانتقام ومسبحتين الحقيقة رفح والنصيرات يعني مسبح كثيرة لكن آخرها مسبحت النصيرات يعني أكثر من 300 شهيد فلسطيني كلهم أعزوهم من نساء والأطفال فبالتالي لابد من وقف هذا الأدوان ولابد بالتزامن مع إدخال المساعدات الإنسانية لأن حجم المساعدات التي تدخل الأسف للقطاع لا تلبي لحد الأدنى من مطلبات السكان يعني هناك الآن غزة كلها تقريبا مضمرة 99% من المباني غزة دمرت لا يوجد مكان آمن لا يوجد حتى مقاومات الحياة البسيطة المياه النظيفة ولا حتى المستشفى تم استهدافها وتم تدميرها يعني من بين 36 مستشفى في القطاع تعمل يعني أصبحت يعني تم تدمير 31 وأصبحها خمسة فقط تعمل بشكل جزء ورأينا المشاهد المأسوية يعني حتى يعني أبسط مقاومات الحياة وبالتالي كانت المخرجات في العمل على تكسيف المساعدات الدولية بالتزامن مع وقف هذه الحرب وقف هذه العدوان وزير الحرب الهامجية البربرية حقيقة وأيضا العمل على أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات لأن هناك تعند هناك طبعا مطلوب فتح المعابر المختلف هناك سبعة معابر بين إسرائيل وبين قطاع غز وأيضا إضافة معبر رافح وإسرائيل بتعندها واحتلالها معبر رافح والتصعيد كل هذا الشكل عائق أمام المساعدات لأن هناك استهداف استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين وهذه قريمة حرب متكاملة الأرقاء مشاهدين ما حدث في البحر الميت في الأردن كان مؤتمر أو منتدى للإغاثة الإنسانية لأهلنا في غزة دعا لها الأردن وكان ذلك أيضا بجهود واتفاق وتواصل وتشاركية مع الشقيقة مصر لذلك كان هناك مشاركة عربية كبيرة جدا ومشاركة أيضا عالمية حضر هذا المنتدى الرؤساء العرب وعدد من أيضا المسؤولين الأوروبيين وكان هناك الأمين العام للأمم المتحدة العدد فاق الـ 75 دولة مشاركة نتحدث عن عدد سيقلق أيضا الرأي العام الغربي المساند لإسرائيل هذا الحدث هو لنداء وهو نداء أيضا لإغاثة أهلنا في غزة تمام فعلا لأنه زي ما حكيتي بالزبط خلينا كمان نقول لحضراتكم بأنه الحقيقة من ضمن الحضور كان في مجموعة كبيرة جدا من المتخصصين والمهتمين بالشأن السياسي وأيضا الخبراء في هذا المجال أراء كثيرة جدا من بينها كان لنا لقاء أيضا مع دكتور حسن عبدالله الدعجة أستاذ العلوم السياسية تكلمنا مع دكتور عبدالله عن هذا المنتدى وأهميته والدلائل وأيضا الانسجام الدور الأردني العام ودلالات الحضور العربي القوي الذي كان في هذا المنتدى نعم أنا باعتقادي هذا المؤتمر جاء بعد ثمان أشهر من الحرب علما أن هذا ليس المؤتمر الأول الأردن عقد مؤتمر للاستجابة الإنسانية على مستوى المنظمات الدولية الإغاثية والآن بسبب ظهور شبح المجاعة في غزة بدأت الجهود الأردنية المصرية مع الأمم المتحدة للدعوة لهذا المؤتمر والذي رعاه جلالة ملك عبدالله الثاني مع فخامة أخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصحبة الأمير العام للأمم المتحدة الآن المؤشرات الدولية عن المجاعة قد تكون وصلت إلى المرحلة والمستوى المرتفع جدا الذي حددته المنظمة الدولية للأغذية والزراعة بأنه إذا كان هناك 20% من السكان يعانون من نقص غذائي وانعدام أمن غذائي شديد جدا وبالتالي هنا يستوجب إعلان المجاعة إضافة إلى أنه إذا كان هناك 30% من الأطفال يعانون من الهزل والنحافة وسوء التغذية إضافة إلى وفاة 2 إلى 4 من الرجال والأطفال لكل 10 ألاف فرد وبالتالي هنا يصبح الإعلان قضية المجاعة حالما نكوبا بالمجاعة أمر ضروري جدا يعني هذه المجاعة أعلنت 2011 في الصومال و2017 أعلنت في جنوب السودان لكن حسب التقارير الدولية ومجلة الأوكونومست قالت بأنه أنك 30% من سكان غزة يعانون من إعدام الأمن الغذائي إضافة إلى 95% من سكان غزة لديهم نقص غذائي شديد وإضافة إلى قضية المستويات النحالة والهزل وسوء التغذية عند الأطفال وما ذكره قتيرس بأن 50 ألف طفل يعانون الآن بسوء التغذية إذن وصلت هذه المرحلة لإعلان حد المجاعة فيستوجب على المنظمات الدولية أن تعلن حالة المجاعة في غزة حتى تهب الإنسانية لمساندة ومساعدة وبالتالي جاءت استجابة الأردن مع مصر برعاية الجلالة المالك مع فخامة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام المتحدة لدق ناقص الخطر وتضافر الجهود عبر ثلاث لجان وثلاث مصارات أساسية المصار الأول لتعزيز ودعم المساندة للأشقاء في غزة من خلال دعم المالي وأيضا دعم المادي والعيني وإدخال جميع أنواع الحاجات الإنسانية حتى بما فيها مزدوجة الاستخدام إلا أننا باعتقادي أن الحالة الأساسية لإنقاذ المواطنين من شبح المجاعة وسوء التقضية في هذا الجانب اللجنة الثانية معنية بقضية إزالة جميع العقبات التي تواجه إدخال هذه المساعدات وخصوصا عبر المعابر البرية لأن المعابر البرية هي أساس وجوهر العملية الأساسية في نقل هذه المساعدات من الدول المجاورة كالأردن ومصر إلى الأشقاء في فلسطين ثم اللجنة الثالثة تتكلم عن قضية استدامة وتعافي البنى التحتية مثل المؤسسات الطبية التعليمية الخدمية مثل البلديات الأبار المياه النظافة العامة مكافحة الأوبئة كل ذلك يأتي عبر لجان هذه المؤتمر نعم يعني حضور المؤتمر بهذا العدد الكبير من مجموعة الدول وعدد المنظمات الدولية المعنية بالمجاورة المساهمة والمساعدة وإيصال الأغذية والمساندة الإنسانية والمؤسسات الرضيفة التي زادت في حضور المؤتمر عن 150 مؤسسة ودولة وحكومة في هذا الجانب أنا باعتقاد له دلالات سياسية بالدرجة الأولى أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة ما لم يعطى الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير إيصال المساعدات الإنسانية من خلال هذه الاستجابة الطائرة بما يكفي لإغاثة الأهل في غزة هذا من ناحية النقطة الثالثة التي هي وقف إطلاق النار لأنه لا يمكن أن تتزامن قضية المساعدات مع استمرار إطلاق النار والجرائم ضد الأنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لغزة إضافة إلى قضية أنه لا يوجد كما نبه جلالة الملك أنه لا يوجد منطقة آمنة في غزة وبالتالي يستوجب العمل الدولي لوقف إطلاق النار وجاء هذا المؤتمر متزامن مع جلسة مجلس الأمن التي أقرت وقف إطلاق النار بما فيها الولايات المتحدة لذلك نجد أن الفرصة مناسبة لحجد الجهود الدولية تأطيرها ضمن المؤسسات دعمها لمؤسسة الأنروة حتى تقوم بعملها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة الأنروة أيضا بعد أن انتشرت السردية الإسرائيلية بأن الـ 12 واحد منهم تقريبا شاركوا في العمليات السبع أكتوبر تبين أن هذه السردية غير صحيحة وأن الرواية غير صحيحة ولا يمكن اتهام مؤسسة بـ 12 فرد من أصل 13 ألف عامل في هذه المؤسسة الأنروة على مستوى الدول المضيفة للاجئين وبالتالي الآن الكثير من الدول التي أحجمت وأوقفت دعمها للشعب الفلسطيني عن طريق الأنروة الآن عادت إلى الدعم وهذا سيعزز هذا المؤتمر سيعزز من موقف الأنروة وأيضا ينبه لأن الاستجابة الإنسانية الغير كافية لغزة وبهذا المؤتمر يعني يؤكد على الجهود الأردنية المصرية مع الأمم المتحدة لحجد الجهود الدولية كافة لوضع حد لهذه المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في غزة أنا باعتقد أن الأردن ومصر تقوم بجهود دبلوماسية مميزة لأن مصر والأردن هي جارة لفلسطين وما يؤثر على الأمن القومي الفلسطيني حتى وإن كان تحت الاحتلال يؤثر على الأمن القومي الأردني إذا كان هناك فيه تهجير للأشقاء من الضفة الغربية إلى الأردن أو تهجير للأشقاء من غزة إلى مصر وبالتالي تتوحد الرؤى المصرية الأردنية حول الدفع بعدم تهجير الأشقاء من فلسطين وإسنادهم ودعم صمودهم داخل أراضيهم إضافة إلى مضمين قضية الجهود العراقية وحضور رئيس الوزراء العراقي هذا يؤكد على قضية المشروع الذي بدأ به من خلال تعاون مصر والأردن والعراق بمشروع الشام الجديد والذي سيضم دول أخرى في المنطقة أيضا يصب ويدعم في جانب صمود الشعب الفلسطيني وأنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال واستقرار وأمن في هذه المنطقة ما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مشاهدينا طبعا في ظل الظروف التي تمر فيها الشقيقة والحبيبة فلسطين لذلك غاب خميس زميلنا العزيز في بيت للكل عن الحضور إلى القاهرة بسبب الظروف التي يمر فيها لكن فلسطين حاضرة وإن غابت ببعد المسافات لذلك دعونا نشاهد تقرير وزميلنا خميس من فلسطين الذي يتحدث عن الأشهر التي مرت من المعاناة والمجزرة البشرية في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا وما أفرزته الحرب الإسرائيلية من كارثة إنسانية في قطاع غزة وهي غير مسبوقة بشكل أو بآخر عقد في المملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر الطارئ الذي يلبي الحاجات الإنسانية والعاجلة الطارئة لقطاع غزة هذا المؤتمر حضرته العديد من الدول طبعا صدافته المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور ومشاركة سيد الرئيس محمود عباس وكذلك جمهورية مصر العربية هذه الأطراف كلها تداعت لمناقشة كيف يمكن أن نخرج من المأزق الحالي في ظل التحديات الكبيرة فيما يتعلق بموضوع الجانب الإنساني وإغاثة أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية للتركيز أكثر ومناقشة مخرجات هذا المؤتمر يسعدنا أن نرحب بالدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور أهلا ومرحبا بك معنا في بيت للكل مجرد انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة دولية واسعة وكذلك الأمم المتحدة ماذا يعني بالنسبة للأزمة الإنسانية والكارثة في قطاع غزة؟ سبعة الخير لك خميس ولكيفة أبناء شعبنا والرحمة للشهداء والشفاء للجرحة اليوم بمر علينا 250 يوم في العدوان الذي استمر طوال هذه الفترة من قبل دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القطاع وحتى بالقدس يعني أنا استمعت قبل يمكن أسبوع محافظ القدس لم يخرج من تولين منصب حتى الآن من القدس ومحاصر إقامة جبرية يعني بمعنى نحن نعاني في كل مكان حبس منزل حبس منزل وبالتالي أن كل شعبنا يتعرض إلى إبادة جامعية تهديد للهوية الوطنية الفلسطينية لكن المتزر والمقتلة في قطاع غزة 250 يوم أكثر من 37 ألف شهيد 4 ألف جريح نصفهم معوقين عنا 10 إلى 11 ألف حسب المنظمة التولية مفقودين لدينا تقريباً 60 إلى 65% من البنى التحتية البيوت دمرت وخاصة في منطقة الشمال الحياة لم تعد تطاق وبالتالي المساعدات الإنسانية كانت شحيحة لأسباب إعاقتها من قبل الاحتلال إغلاق كافة المعابر وبنفس الوقت كان أبنانا ينتظر طيران الشراعي من بعض الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية التي ترمي ببعد الطعام لهم ومنهم من مات وهو يستقبل هذا الطعام من الجو الجانب الآخر الرصيف البحري الأمريكي الذي أقاموه في قطاع غزة هو تعرض لأمواج قطاع غزة الكبيرة العالية لم يكن توقع الأمريكي أمواج غزة عالية وبالتالي وصل العسقلان وعادوا ترتيبه ورأينا قبل أربع أو خمس أيام في مزرة التسيرات كيف استثمروا الاحتلال وهبطوا الطائرات بالقرب من هذا الرصيف الذي شكل حماي لهم بـ 52 يوم يعني مقتله شعبنا تعرض لأشي كبير وكان مطلوبا أن يكون هناك في استغاثة إنسانية عاجلة تقوم فيها الدول الأكثر حرصا والقربا عليك وأحساسا فيك وطبعا الدول العربية كلها شاركت ولكن هذا المؤتمر عقد برعاية مصرية أردنية والأمم المتحدة ويجب أن نقدر هذا الدور للأمين العام الأمم المتحدة شارك فيه السيد الرئيس بفعالية هذا المؤتمر إنعقاده من حيث الأردن له دلالاته في البحر الميت له دلالات كبيرة أن هذا الأردن الذي يحتضن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين يعني دكتور 250 يوما على العدوان والكارثة في كل القطاعات في قطاع غزة اليوم نحن 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 نحكي عن حاجات أساسية ضرورية ماء غذاء مسكن للمواطن في قطاع غزة بعد هذا الدمار الكبير إذن العالم يدرك حجم الكارثة ما المتوقع ما بعد المخرجات ما بعد أنه شخصنا الواقع بالتالي على العالم أن يتحرك بشكل أو بآخر لإنقاذ المواطنين هناك من موت محقق هنا إحنا علينا كفلسطيني نشكر جلالة الملك والأردن الشقيق الذي استضاف على المؤتمر والدور المصري ودور الأمم المتحدة الأمم العام الذي ركز بأن المشكلة تكمن في الاحتلال المشكلة تكمن في الإغلاقات المعابر من قبل الاحتلال المشكلة تكمن بعدم إيصال المواد الإغاثية والمساعدات لأن الاحتلال يمنع ذلك حتى الرئيس السيسي حمل كل المسؤولية ما يدور في قطاع غزة إلى الاحتلال جلالة الملك ركز على أنه هناك يجب أن يكون فيه ربط ما بين قطاع غزة وما بين أيضا الضفة الفلسطينية الذي يصير فيها نكبة لبداية الضفة الفلسطينية السيد الرئيس كان لقاءاته مثمرة جدا ومهمة مهمة أن يلتقي برجالة الملك منفردا أن يلتقي بالرئيس السيسي منفردا أن يلتقي بالأمين العام أن يلتقي برؤساء الدول الذي حضر رؤساء الوزرات وكانت جولة مهمة جدا حتى يوضع هذه القيادات فيه أمام مسؤولياته واللقاء القمة الثلاثية الذي عقد بين جلالة الملك والسيد الرئيس والرئيس السيسي كان أيضا مهما أثار هذا المؤتمر قد نلمس قريبا لأن هذا المؤتمر عملية طارئة وليس إغاثي دائما مستدام نحن نتحدث عن ما تحدث في صدق ميس هو موضوع الإغاثة الإيواء الطعام الماء توفير لحد الأدنى من مقامة الحياة كيف يمكن أن نلمس الأثار هذه التي تحدث عنها دكتور في ظل سيطرة إسرائيلية على كل المعابر هي تحاصر القطاع أكثر من مليوني مواطن الآن هم بين جوعة وعطشة بدون منازل درجات حرارة عالية جدا بدون كهرباء ويعني الوضع على الأرض حتى الجثث يعني ما زال هناك ألاف الأشخاص حتى اللحظة لم يتمكنوا الناس من انتشال الجثث هذه المتحللة تحت الأنقذ عشان هيك وجزء من الجثث أصبحت الآن في الرصيف لأنه أخذوا الردم وحطوه بالرصيف يعني هذا شيء قضية بدنا نبحثها بعدين ولكن عمليا عشان هيك كانوا متنبهين القائمين في المؤتمر وكلمة السيد الرئيس كانت واضحة بأنه كيف يمكن أن يكون هناك إغاثة وهناك فيشوق في طلاق النار كيف يمكن إغاثة والمعابر البريك كلها مغلقها وأنه معبر رفح الآن بمر عليها 37 يوم مغلق هذا المعبر الرئيسي السيادي ما بين جميع مصر العربي وما بين فلسطين لذلك أنه إذا العالم سكرت أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية تنفذ المخرجات التي توصلها ذلك أنا أقول عن الأمم الحضور ومشاركة القتيرش بالتالي أعلى منظمة دولية موجودة اليوم وبتقر كل هذه المخرجات لكن بس لازم نتذكر بأنه حكومة الاحتلال وكنيستها إخذت قرار وصنفت وكالة الغوث التي هي رئيسية تعتبر في إطار المنظمات الإرهابية صحيح وحدث نعملها بشكل كبير عشان هكذا هم يحاصروها وأغلقوا مكاتبها بالقدس وحاولوا التشير تحت عنوان أنه في مجموعة من الأفراد كانت في اليوم 7 أكتوبر وبعد التحقيقات فصل شخص واحد برعمل أنه عدد موظفيها 13 ألف نسمة والدول التي قاطعت الوكالة الغوث عادت ثاني مرة باستثناءات المتحدة الأمريكية أدعان وكالة الغوث بالأمس كانت تقديم مساعدات لوكالة الغوث من عديد من الدول الموجودة جالة الملك قدم وسامة الاستحقاق لوكالة الغوث بالأمس بقصد أقول الوكالة تتحمل مسؤولية كبيرة لكن ليس لديها أدوات لتنفيذ ذلك على الأرض يعني بمعنى قوة ترغب الاحتلال هذا قرار يتعلق بالدول التي يمكن أن تمارس الضغوطات ولا ينجد الدولة باستثناء الواتف المتحدة الأمريكية التي تستطيع أن تجبر الاحتلال على فتح المرات لكن تجربتنا في 250 يوم نحن نعتبر أن المتحدة الشريكة علينا في العدوان وهكذا قناعة القيادة وقيادة شعبنا كلها أن الاحتلال صحيح له الدور القصف والقتل ولكن السلاح والتدريب والتأهيل والتخطيط بما فيه معركة انصيرات اللي هو قتل فيه تقريبا حوالي 274 شخص عنا يعني استشدوا وعنا حوالي 600 من أجل إنقاذ أربع أسرى أربع أسرى بيقتل عليها بعدود ألف بين قتيل وجريح لذلك نقول هذه الدولة اللي هي الإدارة الأمريكية هي الآن شريكة علينا في العدوان ونائب الحكس تأفجأت ما مبرر وجود أصلا بلينكل بالأبس المؤتمر إذا كان يريد أن يساعد فالفقط يفتح المعابر وكل هذه التكلفة المالية التي جمعوها اللي هي الرمزية أعتقد كان ممكن تعالج إذا فتحوا المعابر فتحوا الرصيف البحري ولم لب بالحاجات استخدموا الطيران قد فلم لب بالحاجات المملكة فتحت المعبر تاحها بمرورا من منطقة من الضف إلى احترادوا المستوطنين وحركوا لذلك اللي لم يكن هناك قرارا سياديا يلزم الاحتلال بفتح المعابر كل المعابر والتحميل المأساة ما يدور في قطاع غزة وهذا ما تم في كل يوم تأخير دكتور إذا سمحتني في كل يوم تأخير المواطن في غزة كبيرا صغيرا ذكرا أنثى الأطفال مرضى السرطان مرضى الكلة وغيرهم من الحياة الأمراض تفشل يوم صحيح أمراض بشكل كبير وهذا موثق من منظمة الصحة العالمية ومن كل المنظمات الدولية أوضاع كارثية إذا المواطن هو من يدفع ثمن التأخير دخول المساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة الضغط الحقيقي أشرت أنه من الولايات المتحدة الولايات المتحدة هي شريك بالتالي ما المخرج من كل هذه القضية شوف أول شيء حينما لازم يعني ما نقلل من المؤتمر وأنا شفت أنك تعطيتني أعطيته ضوء إيجابي المؤتمر مهم إنعقد المؤتمر بي كنت أكيد مجرد أن عقاده وإيجاد إنعقد المؤتمر الحضور كان مهم جدا على مستوى عالي ورؤساء ورؤساء الوزراء والوفود الرؤية الذي قرجوا بيها أن الحل يكمن في وقف إطلاق النار ووجود جسم شرعي حكومة فلسطينية شرعية الحكومة الشرعية فلسطينية أن تكون موجودة تتعاطى مع المجتمع الدولي وتقوم بتقديم خدماتها لأبناء شعبها لا يمكن أن تكون هناك ميليشيات أي أن كان حجمها تستطيع أن تتعامل مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية والدول التي تقدم إغاثة وتتقبلها يجب أن تكون هناك لذلك قال للرئيس وهذا كان أول مرة يتحدث بهذا الصراحة نحن كسلطة جاهزين لأن نأخذ دورنا في قطاع غزة جاهزين في كل مناح الحياة ويجب أن ينتبه المجتمع الدولي بأن إسرار الاحتلال على عدم موجود السلطة الوطنية في قطاع غزة هذا يدلل أنه لا يريد أن تكون غزة جزء من جغرافة فلسطين ويبقي هذا جزء من الدولة الفلسطينية متواصلة جغرافية ويتعامل مع غزة وكانها دولة مجاورة منطقة مجاورة لا نحن نقول وهذا رأي القيادة الفلسطينية ورأي السيد الرئيس أنه نحن على جاهزية عالية أن نكون موجودين في التوقيت المناسب بعد انسحاب قوات الاحتلال لأنه لا يمكن نحن كسلطة أن نعمل في ظل وجود احتلال في قطاع غزة وخاصة على معبر رفاح ومحور الجزء الذي يربطنا بجباس العربية كيف يمكن أن نضمن دخول هذه المساعدات التي توقفت من 37 يوم تقريبا بعد احتلال معبر رفاح ويطلب من المجتمع الدولي أن نقدم إغاثة ويمنع كل شيء حتى بكل المعابر البري تتحمل مسجوط الاحتلال هناك فيه دوقات دولية لكن هناك فيه برقة أمل مع القرار المجلس الأمن الذي يعني أعلنت دولة فلسطين الموافقة عليه ودعمه وأعتقد أنه وقف اطلاق النار في ثلاث مراحل ممكن أن يكون هناك فيه بعض النقاط التي أجب أن توضيحها بالأمس ردت الفصائل على ذلك وقالت للتأكيد نحن موافقين ونرحب ولكن بدنا ضمانات عن موضوع وقف اطلاق النار وانسحبات وهذا مطلب فلسطيني لا يمكن أن تكون تعمل تبادل أسرى ويبقى الاحتلال في قطاع غزة لكن ننظر إلى ما يتعلق بالجوانب الإنسانية أيضا نربطها أنه سموترش ومن كفير ودعواتهم المتكررة لإبادة الشعب الفلسطيني لحرق غزة لطرد وتهجير المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة حتى الحديث من سموترش عن قضية أن الحرب ستستمر عامين إضافيين من الآن وصاعدا نتحدث عن عامين فالعالم يجب أن يتنبه لقضية تحذير سموترش بأن الحرب مستمرة على رغم كل ما يقدم من مبادرات في هذا الإطار وما قدمه بايدن وقدمت الردود والفعل عليه من قبل فصال ورد حماس أيضا وصل إلى الجهة الأمريكية كما سمعنا في وسائل الهلاء شوفوا أستاذ خيميسي نقول لك شغلي على الصعيد الاستراتيجي نحن حققنا إنجازا عظيما بعيدا عن موضوع الإنساني الذي تدرنا فيه وقدمنا ألاف الشهداء وألاف الجرحة والدمر الشامل نحن عزلنا السياسة الإسرائيلية كاملة دولة الحديث تم عزلة حتى السياسة الأمريكية هذا غير مسؤول ورأينا في الجامعية العموية الأمم المتحدة كيف صوتت 143 دولة لصالحنا مقابل 9 رأينا في محكمة العدل الدولية التي تقال أن هذا يمارس الإبادة الجامعية واخدت قرار بوقف القتال في رفح وفتح المعبر وأيضا تنظر لسا الأمور جراءات وكثير من الدول انضمت لجنوب أفريقيا أيضا جنائي الدولية والمدعي العام الذي طالب بإصدار مذكرة اعتقال لنتنياو ووزير دفاعه أيضا رأينا الاعترافات في الأوروبية والدول في دولة فلسطين ورأينا ما يتغير في داخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية والحراك الاجتماعي والطلابي هذه الشريحة الأكثر دينماكية كل ذلك بسبب الدم الفلسطيني أولا وصمودك والموقف تاعك والديبلوماسي النشطة أنا أعتقد هذا آخرها كان يعني لما صنفنا جيش الاحتلال صنفنا في الأمم المتحدة في قائمة العار أصبحت السردية الإسرائيلية في خلف ظهور المجتمع الدولي كله أصبح الناس مقتنعين بأنه كل ما تم الحديث عنه من قبل هذه الدولة العبرية من الخمس خمس سبين عام حتى الآن أصبح خلف ظهورنا رواية الفلسطينية حاضرة ولكن في دكتور سمحت في دكتور أدركنا الوقت المخرج نحن ننظر إلى المخرج اليوم بعد كل هذه الدماء وهذه المعاناة وعدد من الشهداء الفلسطيني والجرحى والدمار الكبير الذي لحقه بقطع غزة المحاصر وما يحدث في الضفة من تقسيمها وعزلها في كانتونات القدس والتهوي ننظر إلى المخرج كيف سيكون المخرج ما بعد كل هذه التضحيات في ضل وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل سيدة خميسة قدمنا كسلطة وطنية رؤيتنا للحل رؤيتنا للحل القائمة على وقف العدوان وإنسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار وإدخال المواد المساعدات إلى آخره وإعادة الإيواء والإغاثة سريعة لتحدث سيادتك عنها وبنفس الوقت ذهاب إلى مؤتمر دولي طبعا بعد الاعتراب بدولة فلسطين في الأمم المتحدة نحو كيفية آلية تطبيق الحل هذه لم تعد رؤية فلسطينية هي رؤية السياسية العربية ورؤية الدول العربية دول إسلامية تبنيها والآن أصبح المجتمع الدولي لا يرى إمكانية استقرار المنطقة كان أمني أو اقتصادي أو سياسي أو حتى علاقات سياسية مع دوت احتلال دون ما تقام دولة فلسطينية مستقلة هذا السبعة الستين وهذا ما قال سيد الرئيس في آخر اللقاء له في الأمم المتحدة قال واهم من يعتقد أن يكون استقرار في المنطقة دون ما أن تكون لفلسطين دولة مستقلة على حد السبعة الستين وعاصمة القدس نحن متفائلين بناءنا صامدين نحن متقدمين للأمام فقط مزيد من الصبر وإن شاء الله نحن بالطريق الصحيح إن شاء الله نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس شكرا جزيلا لك الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية على المشاركة معنا في بيت للكل هذا المساء شكرا جزيلا شكرا لك أيضا مشاهدين برنامج بيت للكل كان متواجد في البحر الميت في منتدى الإغاثة الإنسانية كان يهم كاميرا برنامج بيت للكل أن نستمع أيضا إلى رأي الأنروا كمشارك وفاعل رئيسي في هذا المنتدى لذلك برنامج بيت للكل صورنا هذا التقرير مع مديرة الإعلام والاتصال جوليات تومة في الأنروا تمام فعلا يلانا وكان الحقيقة من الأساسيات ونحن نلتقي بها أن نسألها أيضا عن واقع المساعدات كلنا نتابع ما يحدث في قطاع غزة خاصة وأن الأنروا الحقيقة يعاني عانت كثيرا جدا وسألناها عن المساعدات الدعم الأردني والمصري وأيضا في تقديم المساعدات لأهلنا في قطاع غزة نتحدث ما بعد هذا المؤتمر كيف تقيمين مخرجات وتوصيات مؤتمر وفي الواقع هذا مؤتمر في غيرت الأهمية بأنه قطى بعد ساعات من قرار مجلس الأمن لتنفيذ هدنة في قطاع غزة وهذا أمر ضروري حيوي من قد للحياة وعن تيسير المساعدات وتوصيل المواد الأساسية الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة حتى يعيش أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في حرب لمدة أكثر من 8 أشهر والتحديات المهولة التي تواجه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في توصيل وتقديم المساعدات الإنسانية وتأدية الواجب الإنساني سيدتي نتحدث حقيقة عن الظروف التي تعاني منها المنظمات الإنسانية والأنروا في داخل قطاع غزة ظروف غير مسبوقة في الواقع في سنوات وتاريخ عمل الأمم المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في وسط الأربعينيات من القرن الماضي لم نشهد على ما نشهده الآن في قطاع غزة من خروقات تتعلق بالحصانة والحيادية التي من المفروض أن تتمتع بها المنظمات التابعة للأمم المتحدة تماشياً مع القانون الإنساني الدولي بل بالعكس هناك انتهاكات غير مسبوقة على سبيل المثال أكثر من 190 من زملائي في الأنروا قتلوا أكثر من 180 بناية تابعة للأنروا إما قصفت أو تعرضت للهجمات أو أنها تضررت بسبب الحرب وغيرها من الأمور التي تعد انتهاك حاد وخارق للقانون الدولي ومن هنا قام ساعة المفوض العام للأنروا السيد فليب لازاريني قام بإصدار عدد من النداءات من خلال عمله وآخرها كان إصدار قام بنشره في صحيفة نيويورك تايمز طالب لازاريني في هذا التقرير بجاء سلسلة من التحقيقات ضد ما كنا وثقنا من خروقات للقانون الدولي وتعريد أولئك المسؤولين عن هذه الخروقات للمسائلة وللمحاسبة أخيرا أهمية الدور الأردني والمصري في الجهود الإنسانية المقدمة في غزة منذ ثمانية أشهر دور جدا 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 مهم ودور مفصلي وحيوي شريك أساسي ووثيق للأمم المتحدة وتحديدا للأنروا بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين جمهورية مصر العربية جهود جدا جدا مهمة جهود تساعد وتساند عملنا الإنساني في قطاع غزة وأيضا جهود من عدد كبير جدا من الدول والمؤتمر اليوم هو يشاهد على ذلك والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد من غير هذا الدعم الذي يأتي من الدول ومن الأفراد ومن المؤسسات ومن وسائل الإعلام سيكون جدا جدا صعب على الأنروا أن تكمل وسيكون جدا من الصعب علينا أن نكمل ونروي ما يحدث للناس في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب الدروس كشف الزيف والتضليل الإعلامي الغربي المساند لإسرائيل ووجود الأمة الحانية والراعية لإسرائيل أمريكا استطاعت الدول العربية كافة والإعلام العربي أن يكشفها وبالتالي على سبيل المثال لست منحازة يعني أجهود العربية كبيرة جدا في الإعلام العربي الإعلام المصري الإعلام الأردني لعب دور كتير كبير في كشف الزيف وأظهار الحقيقة للعالم أجمع وبالتالي استدار الرأي العالمي في هذا الموضوع كان فيه لنا تأثير إعلاميا عليهم الآن السؤال الذي يطرح نفسه والشعوب العربية يطرحها والشارع العربي يطرح ماذا نملك كشعوب عربية وكدول عربية من إمكانيات ومن ضغوطات حتى نحل هذا الصراع أو على الأقل إدارة هذا الصراع في الواقع لنا هذا السؤال مهم بالفعل يعني قبل أن نتكلم عن أوراق الضغط أعتقد أن مصر والأردن موقعهم الجهو السياسي كانوا الأكثر قدرة مسؤولية وتماس بما حدث ومسؤولية بما حدث في غزة أولا طبعا الإعلام العربي والمصري والأردني نقل الصورة الحقيقية وهي سيما في تغيير الرأي العام وصورة الرأي العام إنعكس هذا طبعا في المظاهرات المليونية في الدول الغربية حتى ذاتها وسوشيال ميديا اللعبة الضور وأيضا تغيير موقف أوروبية الآن يعني حتى حلفاء إسرائيل أمس تغيرت موقفهم وبدأت اعترفينه الدولة الفلسطينية الآن هناك إجماع دولي على دعم الشعب الفلسطين كلما معنات إسرائيل في القتل كلما زاد دعم الشعب الفلسطين بقت إسرائيل فقط ومع أمريكا مع زولة دولين ربما بريطانيا لحد المال النقطة الثانية بالنسبة لأوراق الضغط والدور للمصر والأردني نقول بكل صراحة أن هذا الدور شكل الصمام الأمان للقضية الفلسطينية لأن إسرائيل كانت تستهدف استغلال ما حدث في 7 أكتوبر لتمرير المخطط القديم وتسفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان قطاع غزة وتحولها لمسألة إنسانية لكن مصر تصدت لمنع تهجير الفلسطينيين قصرا إلى سيناء والأردن أيضا منع تهجيرهم قصرا إلى الضفة الغربية وبالتالي هذا الدور ساهم في تثبيت الحقوق الفلسطينية والحق الشعب الفلسطيني وأنما نحق به المقاومة وأنما تكون به جرائم الاحتلال كشف الجرائم الإسرائيلة إمام الرأي العام وهذه التحركات الدبلوماسية لكلا البلدين ساهمت أيضا في تغيير المواقف الدولية وإعادة الأهم إعادة القضية الفلسطينية من أخرى إلى قلب أجندة المجتمع الدول لأن القضية كانت تتوارد بسبب أزامات عالمية حرب الروسية الأوكرانية أزامات كثيرة الآن العالم كله تحول من فقط ليس الحديث عن وقف الحرب ولكن الحديث أيضا الأهم هو أيضا حل هذه المشكلة من جزورها المقربة المصرية حل السياسي شامد الآن قرار الجماعي العام الأمم المتحدة عندما وفقت 143 دولة على حصول فلسطينية على عضوية كاملة ماذا يعني هذا أن غالبية دول العالم الآن مع الحل السياسي أنها تحرك دولك مثل جنوب إفريقيا وتنضم ليها دول أخرى غربية طبعا إضافة طبعا إلى مصر أسبانيا نضمت مؤخرك خلينا هنا في هذا السياق أيضا نقول أنه الاعترافات بدولة فلسطين الأخيرة من عدد من الدول التي كانت موجودة وتتوالى هذه الاعترافات هل هذا هو ما جعل واشنطن تطالب مجلس الأمن بمشروع قرار لوقف إطلاق النار هل سأنجح هذا المشروع لأنه كان فيه مشروع منذ الاندلاع والاجتياح الأول لغزة وأمريكا أول من يعني عملت حق الفيتو ضد هذا المشروع هل سينجح هذا المشروع بعد هذا الضغط الأوروبي والضغط الشعبي خلينا أقول أنه الأنظمة باتت مزيفة ولكن الضغط الشعبي الأوروبي والإنساني مع القضية هل ستنجح هذه المرة يعني كلمة النجاح هو مرتبط بشروط يعني عشان تنجح ما هو الشرط أن تغير أمريكا سياساتها الحقيقية تغيير جزري فيما تعلق بروياتها الإسرائيل طيب خليني أقولي السؤال بطريقة تانية هل تنوي أمريكا أن تغير يعني سياساتها بعد هذه الضغوط ودعوة مجلس الأمن بمشروع قرار لوقف إطلاق النار نية صادقة وأنها جاود بأرضا بشرة مختلفة هل هي أي حاجة حقيقية حنسمعها من أبريكا لن تغير أمريكا سياساتها أمريكا فقط يعني الاعتبارات الانتخابية خاصة بالرئيس بايلن في عام الانتخاب باعتبارات الضغوط داخل أمريكا وضغوط الرأي العام تحاول استعام هذه الضغوط من خلال زر الرماد في العيون حديث عن جانب الإنساني فقط يبدأ مرونة حديث عن هدن وقف إطلاق النار بس هذه الأحاديث ملا منها الناس ملا منها الناس يعني نحن نتحدث عن هذا وبلينكين يأتي إلى المنطقة ويأتي إلى الأردن ومصر ويعني رحلات مكوكية كثيرة جدا بلا فائدة المشكلة دائما نقول أن أمريكا تريد أن تمارس دور الوسيط في كل هذه المفاوضات وهدن وهي تجلس في المقعد الإسرائيل هي متبنية لوجهة النظر الإسرائيلي إسرائيل نكون وقعيين لا يهمها للجانب الأمريك لا تقتلز بالمجتمع الدو وليم تضغط أمريكا بشكل حقيقي وعلى فكرة أمريكا قادرة على الضغط على الإسرائيل ولكنها غير راغبة لإعتبارات كثيرة هي تخشى أن تضغط وتغضب اللوبة اليهودي وتدع فرصة للجمهوريين وبالتالي سياسي لكن هي محاولة للضغوط العالمية ومحاولة تصحصرة أمريكا فقط مع هذه الكارثة الإنسانية وهذا القتل الجماعي وهذه العداد المهولة تحاول فقط تخليل مساعدات الرصيف البحري حاجة إنسانية بينما هي قادرة على فتح المعابر والضغط على إسرائيل قادرة على وقف الحرب لكنها لو تريد وقف الحرب تتكلم من ناحية الإسرائيل بأنها مع إسرائيل ومع القضاء على فلسطين المقوامة وغيرها من الأمور ثم تأتي بخطاب آخر للغرب أنها مع الجانب الإنساني ومع هدنة وبالتالي أنا لا أتوقع نجاح هذه الهدنة ما لم تتغير السياسة الأمريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل أستاذ أحمد الحديث في هذا الموضوع يطول ولنا حديث أيضا في بيت للكل سنبقى نتناول موضوع غزة كشعور وجزء من هذا الشعور بالمسؤولية الإعلامية ورق التوثيق على الأقل على الأقل كما قالت شافكي التوثيق لما يحدث في غزة وهذا يقلق الإعلام يقلق الرأي العام الغربي المساند لإسرائيل أنا بدي أشكر تواجدك معنا في برنامج بيت للكل الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ أحمد سيد أحمد شكرا لحضورك معنا شكرا لنا مشاهدين وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج بيت للكل والذي من خلاله تناولنا المنتدى الذي حدث في الأردن في منطقة البحر الميت استجابة لأيضا الإغاثة الإنسانية لما يجري في غزة سنبقى نتحدث عن غزة وسيبقى دورنا الإعلامي كما قالت شافكي التوثيق لما يحدث في غزة إيمانا بأن الإعلام هو الآداء الرئيسية أيضا التي تلعب الدور الكبير في استدارة الرأي العام الغربي وهذا ما حدث فعلا في كشف التضليل لإعلام الغربي وما حدث في غزة نشكر حسن متابعتكم نلقاكم في حلقة أخرى من بيت للكل إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر